ثانياً مشروع الربط بين الأحوال المائية كما تعلمون فشرعنا في ذلك وتم إنجاز شطر السيجالي من هذا المشروع المتعلق بالربط حوض السبو بحوض أبي القراق والذي مكن من ضمان مأسى الشرب لمدن الرباط وسلاة وتمارة والصخيرات وبوزنقة والمحمدية والضاربدة الشمالية وكذلك جزء من الضاربدة الجنوبية حيث تم تحويل إلى اليوم 157 مليون متر مكعب من المياه من سد المنع السبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله من 28 غشت إلى 5 فبراير 2024